يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة رابطة الاندية المحترفة المصرية البطولة التي تقام للمرة الثانية على التوالي بعد ما فاز بها فيوتشر الموسم الماضي يفوز بها هذه المرة سيراميكا كليوباترا ولكن كيف فاز السيراميكا كليوباترا اليوم فاز على المصر البرسعيدي بنتيجة رباعية مقابل هدف وحيد سيراميكا كليوباترا في أفضل نسخة له في هذه المباراة بأداء كبير جداً وأهداف مبكرة أمام حضراتكم هدف أول لمحمد عنطر في ديئة 6 ورفض الاحتفال بالهدف كونوا لاعب سابق في المصر البرسعيدي حتى لا يزعج جمهور المصر اللي كان متواجدة النهاردة بكسافة وبزرور رائع جداً هدف أول لسيراميكا كليوباترا بعدها بعد هذا الهدف اللي أمام حضراتكم لمحمد عنطر سجل صلاح محسن الهدف الثاني في ديئة 11 خب بالك الهدف الأول صنعه صلاح محسن الهدف الثاني سجله صلاح محسن بنفسه وصنع هدف كمان يعني هو النهاردة صنع هدفين وسجل هدف طاله كبير جداً عوض صلاح محسن بصراحة بشكل رائع جداً غياب أحمد ياسر ريان للإصابة وسجل هدف ده بطريقة الصراحة النهاردة المصر لعب مباراة صلاح محسن النهاردة لعب مباراة سيئة جداً على مستوى الدفاعي تحديداً يعني وده هدف من أرواع الأهداف الممكنة حسام جريشا هدف تديق الفارق في ديئة 54 بس ده واحد من أرواع الأهداف الممكنة الأرواع بقى على إطلاق الهدف اللي جاي ده غالباً يعني هدف من الأهداف اللي جاي مش ده هو ده حلو قوي بصراحة وعلى فكرة هو حسام جريشا واحد من اللاعبين اللي في تكروهم كويس قوي عشان يبقى واحد من نجوم الكرة المصرية يعني العب مهم جداً ومؤثر جداً ورائع جداً رغم إنه دخوله كانت رايب بصواب الدغموم بس هو كان أفضل لعب المصري يمكن بس هدف ما بس هدف ما يدرش يعمل حاجة بص بقى الحلاوة بص الجمال بص بورتكالوس بص طاهرة بوزيد بص حمزة الجمل بص محمد صبري بص محمود أبو الدهب أقول لي محمود أبو الدهب بص محمود أبو الدهب خلت شاشة لانتشجال على الشهور بس رويين تلابطوني انت محمد شكري يا جماعة واحد من اللاعبين خب بالك هو شاط تلاتة اربعة من زي دول كده في الموسم ده كله يعني محمد شكري من اللاعبين مهمين جداً والنهارده عمل مباراة ده فعاية رائعة جداً كباكليفت يعني بجانب التسويبات الرائعة هو مدافع قوي جداً في الناحية اليسرى محمد شكري هدف رائع جداً بص الحلوة بص الجمال العظمة دي وبعد كده سامو الأمادي البديل سجل آخر أهداف سنوات كلبطرة في وقت كان فيه استسلام تام للمصر المرسعيدي في بيئة تسعة وتمانين وصلت أحباط شديد جداً في جماهير المصر اللي قطعت كل هذه المسافة عشان كانت بتمنى النفس ببطولة بعد غياب خمسة وعشرين عام آخر بطولة خدها المصري كاس مصر سنة تمانية وتسعين لكن المصري نهاردة ما قدرش يحقق بطولة جديدة بعد ربع كرن مبروك للسيراميكا كليوبترا بطولة مستحقة اليوم بصراحة أتحية للكابتن آيمن الرمادي ظروف صعبة جداً بعد رحيل الكابتن حلم طولان عن سيراميكا كليوبترا كابتن أحمد سامي معين الشعباني حلم طولان آيمن الرمادي تغييرات كثيرة في الجهاز الفني وضع سيء جداً لسيراميكا كليوبترا في جدول ترتيب الدوري الممتاز نجو من الهبوط في الجولة قبل الأخيرة واليوم يحقق سيراميكا كليوبترا أولى بطولاته التاريخية في كرة القدم المصري مع الكابتن آيمن الرمادي أول مباراة بأول بطولة لسيراميكا كليوبترا هل يبقى آيمن الرمادي مديراً فنياً لسيراميكا كليوبترا؟ طبعاً أنت هتقول لي طبعاً وما فيه إيه اللي هيحصل هقول لك لا فيها كلام ليه فيها كلام؟ راجل كابتن آيمن الرمادي مخلص أموره مع نادي الزفرة الإماراتي هو زي ما تقول كده إيه كان بيدرب سيراميكا النهاردة ينقذ موقف ويشوفه بعد كده يعمله إيه يعني ممكن آيمن الرمادي يكمل مع سيراميكا كليوبترا بس كده كده اللي بأولولك وبأكدولك كابتن آيمن الرمادي بعد هذه المباراة هيسافر على الإمارات يقيم ما يخلص أموره مع الزفرة ويكمل مع سيراميكا يقيم ما يكمل مع الزفرة مسؤولي سيراميكا كليوبترا فاهمين الوضع ده كله يعني فقال الكابتن آيمن الرمادي مكمل وألأة الله أعلم مع سيراميكا كليوبترا الله أعلم فيها كلام يعني دي هتبقى أغرب حاجة حصل في تأيه الكرة المصرية مدرب يجي مباراة واحدة يكسب بطولة يمشي تبقى أغرب حاجة دي الجديدة بقى بس هو بصراحة راجل محترم اكتهد جدا مع أسوان خد بالك هو كان خرج مع أسوان من الدور التمهيدي في بطولة كأس الرابط سبحان الله ويكسب البطولة في الآخر ويفيه الفريق هبط معاه لدورة درجة الثانية هتقول لي ده مسؤول عن كل ده هقولك لا مسؤولية قليلة لي ان راجل ده اكتهد وتعب جدا بس أسوان بلا إمكانيات تقريبا يعني أمور كانت صعبة جدا 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 فالراجل عانى وحاول واشتغل وتعب واكتهد بس الأمور كانت صعبة جدا